اشتركوا في القناة سن الادمان انخفض جدا ووصل لتسعة او عشر سنين نبقى فعلا محتاجين نقول لكل اهالينا في مصر سواء العائلات او حتى المسئولين انتبهوا ايها السادة في حاجة غلط بتحصل في ناس بتستهدف ولادنا وبناتنا بيستهدفوا اجيالنا اللي جاية ولما نعرف كمان على سبيل المثال ان قوات حرس الحدود الباسلة قدرت في يوم 8 مارس انها تضبط حوالي 700 كيلو من نبات الحشيش المخدر وتلاتة زاد واحد من عشرة مليون قرس مخدر يبقى احنا فعلا في حرب قوية جدا ما نقولش ما تقلش خالص عن حربنا ضد الارهاب خصوصا ان الامثلة البسيطة جدا اللي قدتها لحضراتكم دلوقتي عشان كده كلنا لازم ننتبه وعشان كده بيشرفنا يكون معانا النهاردة دكتور تامر حسني استاذ علم النفس وعلاج الادمان بسندوق مكافحة الادمان وكمان بيشرفني جدا اني استضيف احد النماذج الشابة اللي خاضت للأسف تجربة الادمان والحمد لله ربنا عفا منها وبقى دلوقتي متعافي وهيحكينا عن تجربته عشان كل الشباب من اولادنا يستفيدوا منها وهو الاستاذ مؤمن جمعة موسى شرفتنا يا دكتور شرف لي كيف انت مربنا يخليك مؤمن احنا متشرفين بيك وانا بفتخر بشجاعتك ان انت طالع تحكي عن تجربة قليمة انت مريت بيا مش عايز اي حد من الشباب اللي زيك نوم يمروا بيا طبع دكتور اول سؤال عايز يسأله حضرتك ازاي اي عيلة او اي ام او اب او فيه ساعات بيبقوا فيه ام هاس لوحدهم بيرب ولادهم يعني ما بيبقاش الاب موجود ازاي يكتشفوا ان ابنهم دخل في مرحلة الادمان في مراحل التعاطي لغاية لما يوصل لمرحلة الادمان اولا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بشكر حضرتك على استضافتنا في البرنامج النهاردة والبرنامج النهاردة اسم على مسمى بجد انتابعوا ايها السيادة وزيما حضرتك تطررت في بداية الحديث ان مشكلة الادمان المخدرات ما تقلش خطورة عن مشكلة الارهاب فاحنا بنتصدى ليها من كل الجوانب سواء في صدق مكافحة وعلاج الادمان او وزارة الصحة او كل الوزارات اللي موجودة في البلد طبعا حضرتك عارفة ان الشخص اللي عنده مشكلة مع المخدرات عندنا في علم النفس ينظر اليه على السن هو الشخص عنده مشكلة وبيعاني من مرض اسمه مرض الادمان بيعاني من مرض اسمه الادمان فطبعا هو ما خرجش في يومه ليه لابقى مدمن هو الادمان اللي حاجة اسمها ليه نظام حياة يعني الشخص اللي خد مخدرات لغاية لما وصل لمرحلة الادمان دوت ليه لايف ستايل طب انا اكتشف ازاي ان ابني بيقى تعاطى مخدرات فيه حاجة بقى اصعب كمان بقى اصعب لك اكتر في حاجة اسمها المدمن الحويط اللي يقعد سنين بياخد مخدرات والناس اللي حواليه ما اعرفش هانا حاجة ايوه لا المدمن العادي لو مثلا شاب دخل بقى في مرحلة التعاطي بقى يقعد مع صحابه يشرب سجارتين حشيش او بانجو او واتفر ازاي يكتشف ان ده على طول هي هنا بديبقى فيه حاجة اسمها علامات سلوكية بيبان على الشخص يعني السلوكية عن تصرفاته وعلامات على مستوى الجسد وعلى مستوى النفسي وفيه حاجة اسمها سمات شخصية بيتمايز الشخص اللي عنده مشكلة مع المخدرات دايما الشخص اللي بتعطى مخدرات مش عايز يمال للنور فقاعد لوحده في عزلة يعني مش هيكون قاعد فوزتي جماعة مش هيكون قاعد مع والده والدته واخواته تليه قاعد لوحده في القودة بتاعته جنب الكمبيوتر جنب المواد المخدرة بتاعته بس اغسى ازيل حضرتك فيه حاجة فيه شباب ساعت بيحصلوهم العزلة دي بس بيبقوا مسلا عادين لوحدين بيلعبوا البلاي ستيشن متفرجوا على الحاجات على اللابتوب لكن بيخرج لأهل ويكلمهم يعني لكن مش كل الشباب اللي بقى عادل لوحدين في عزلة يعني مفيش تواصل بينه وبين افراد اسرته نهائي اه طبعا يبقى رقم واحد للعزلة الشخص في الاربعة وعشرين ساعة لانه بيقعد في قوته ما بيطلعش هو طبعا بيقعد لوحده لمدة طويلة جدا يعني عشان ما ينكشفش امره رقم اتنين بيحصل تظاهر في المستوى الحياتي يعني لو بيروح للمدرسة يبتدي ميروحش للمدرسة لو بيروح الشغل يبتدي يتأخر عن موعد الشغل يبتدي يغيب لفترات طويلة تمام ده رقم تلاتة رقم اربعة هتلاقي عنده فقدان للشهية ما بقى اشي يأكل ما بقى اشي يهتم بموضوع الاكل والشرب التلاتة قابط والبنى قدم العادي ما بقى اشي يأكلهم رقم اربعة هتلاقيه نايم طول النهار وصاحي طول الليل خفاش طول الليل عشان كل الناس تبقى نايمة يعني التعاطي كمام بينشط بالليل يعني الشي اللي بتتعاطي بتنشط بالليل تمام بيطلب فلوس كتير قوي بيطلب فلوس على طول بيطلب فلوس على طول بيتأخر برا البيت ويظهر اصدقاء في حياته جدد تلاقي الناس القديمة اللي كانت كويسة اللي كانت بتصلي اللي كانت اجتماعيا مجبولة ما بوش يا عدو معي تمام ودايما تصرفاته غير مجبولة ده على مستوى السلوكيات طيب على مستوى الشكل لأ وشه دايما شاحب تمام وشه دايما شاحب عنده رعشة بالاطراف وزنه بيخس يعني بيخس خساسان غير عادي الساعة حياتك ده اللي بيتناول اي نوع من ال جنرال عموما ده اللي وسل لمرحلة الادمان الاسمات دي بتبقى موجودة لا في اول التعاطي في اول التعاطي في اول التعاطي ما بيبقى ما بيبقى باين عليه الاعراض دي قوي يعني ممكن يبقى قادر يهندل شوية بياخد وبيروح للمسلا الشغل بتاعه لكن لما يوصل لمرحلة الادمان تلقيه خلاص بقى بقى عايش هو والمادة المخدرة وبس ما بيقدرش يعمل اي حاجة في حياته غير ان هو ياخد المادة المخدرة خصوصا بقى لو جينا نقول يعني ادمان ادمان يعني اعتماد جسمي واعتماد نفسي يعني شخص ما يقدرش يعمل اي حاجة في حياته من غير ما ياخد مخدرات وما يحسش بانبساط او بسعادة غير لما ياخد مخدرات وعنده رغبة قهرية ان هو يفضل مستمر في المخدرات ولو جيه قل للجرعات او يوقف مرة واحدة يخش في حاجة اسمها عرض انسحاب طب الاسرة بقى هنا دورها ايه عشان ده السؤال بتاع حضرتك في البداية احنا دلوقتي اكتشفنا ان فيها علامات موجودة للأسف زي ما قلت حك في اول البرنامج ان فيها حاجة اسمها المضمن الحويت اللي بياخد ويقعد مدة طويلة من غير ما ينكشف امره بيخبيها بره البيت ما بيشربش جوه البيت طب انا هستعزن حياتك انا عايزة اسأل مؤمن مؤمن اه انت بتديت وانت عندك كم سنة بتديت وانا عندي خمستاشر ستة سنة خمستاشر سنة طبعا اه 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 صحابة او شلة وكده يعني انا مش عاوز زلق باللوم على حد لكن زي ما قال الدكتور تامر كده انت ممكن تعلي صوتك شوية استاذ زي ما قال الدكتور تامر حضرتك ان الاسرة المصرية عليها عمل جامد قوي ايو فاني اه المفروض يبقى فيه زرق قيم ومبادئ بالشخص نفسه منذ الصغر وهو طفل يعني هو طالع اه ما يبقاش اعتمادي يحسسوه بامتي الحاجة زي ما الابناء ليهم مطالب عند الاسرة دوروا الاسرة مش ان الاب والام يشتغلوا ويجيبوا فلوسوا ويصرفوا بس لا طبعا هم كمان ليهم طلوات انت هتديني ايه عشان اديك ايه انت عايز ايه عشان اعملك ايه اه تقييم للنفس يعني انت بدأت مشكلتك مع المخدرات اه كان عندك مشاكل في الاسرة اه اه كان عندي مشاكل في الاسرة اصلة متوسط التعليم ما عنديهاش الوعي الثقافي ما مش مهتمة او بالموضوع كان عندي اعتمادية على كل حاجة فلوس طلباتي كلها مجابة ما عنديش مشكلة في حاجة وما كانش بتطلب مني حاجة يعني انا مفتكرش ان الطلب مني صلي في يوم الاياب اه اه مفتكرش دي مفتكرش ان الطلب مني جيب مجموعة في الاختابرات الشهرية مفتكرش ان انا جيب نتيجة كويسة في نص الساعة يعني ما كانش حد مهتم بيك في الاسرة لا 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 مش كده طيب هل انت فعلا كنت بتعمل اللي قال عليه الدكتور من في الاول ان انت كنت بتتأخر برا البيت ان انت كنت بتنام طول النهار متروحش المدرسة بنفس الاعراض اللي علاء الدكتور في البدايات كنت بروح المدرسة وكنت منتظم اه اول ما دخلت في التدخين مجرد ما دخنت بس السجاير السجاير عادية اه ابتدى سلوك يتغير اه بعد كده دخلت في مخدر الحشيش وبتديت اطعطاء ابتدية تسيب المدرسة اهرب من المدرسة اصهر برا البيت ارجع الفجر ممكن ابقى برا وكل الحاجات دي برضه ما كانش عليها كنترول المزبوط يعني الاسرة ما كنتش بتراقب تصرفاتها لأ كان ممكن الوالد يشد لكن الوالدة طب 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 ما هو ده العادي يا مؤمن طب ما هو العادي دوت ممكن يوصلنا النتائج احنا مش عايزين انا معجبة بشي جاعتك ايه بصراحة بجد معجبة بشي جاعته جدا يا دكتور اهو ما يناسب شخص لا يناسب الاخرية يعني ممكن الاسلوب دوت يعني ينفع مع شخص ما عندوش الحتة الادمانية لكن اصلا المدمن مدمن من قبل ما ياخد مخدرات ده اللي الناس متعرفوش يعني ايه المدمن عندو حاجة اسمها سمات سلوكية وعيوب شخصية موجودة من قبل ما ياخد مخدرات عندو حب الاستطلاع عايزي جرب اي حاجة عندو حب المغامرة ما عندوش قدرة المصابرة عندو اندفاعية عندو الانا عندو حاجة اسمها الاشباع الفور للرغبات عايز حاجة دلوقتي يعني دلوقتي تمام قبس في شباب كتير عندهم الحاجات دي يا دكتور ومن بيتعطوش يعني هتلاقيه دخل في حاجة اسمها ادمانات بديلة بقى مش ادمان مخدرات ممكن يخش في ادمان علاقات نسيائية ممكن يخش في ادمان شغل ممكن يخش في ادمان رياضة ممكن يخش في ادمان دين يدخل في ادمان رياضة او دين او او شغل ما هو برضه مميد في الاخر ما هو مؤمن العمل دا في الاخر هاموت برضه معل roamingش بس ارحم هو الادمان كبكتش كده على بعضه اه نهاية مأساوية طب انا عايزة اسأل مؤمن انت جربت الحشيش بس لا دخلت في حاجة تانية كل أنواع المخدرات كل أنواع المخدرات؟ كل أنواع المخدرات حبوب بقى وحوق أنواب بتاعه حكيت كده؟ شيش وحبوب وهروين وهروين؟ أه طب إنت تعافيت من ده إزاي ما أقول؟ خلاص بقى أنا جبت قاع نفسي يعني أنا حصيت إن نظرة المجتمع اللي هي مختلفة تماما طب أنا أسفا كنت حالتك بتشتغل؟ أه أنا والدي مقاول أه كنت بسافر من أنا عند 17-18 سنة تمام عملت فلوس لنفسي أه كل حاجة روحت مني؟ أنا لو حاسس بقيمتها فعلا والحكة دي كانت مزروحة جواي كان الوضع اختلف شوية حتى لو كنت مودمن كان الوضع برضا هيختلف طب إنت إنت قررت وقلت أنا مش هاشرب؟ آآ قررت وقلت أنا مش هاشرب أما ابتدت ضغط علي أنا عندي بنت عندها 17 سنة ابتدت تتكلم معايا كان بزخار معايا كلامها كان بجرحني جدا وبعدين ما كنتش بلقي ردودة رد بيها عليها مفيش كان بتشوف حضرتك وانت بتدخن؟ بدخن آآ لا المخدرات؟ لا 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 أنا مبحاولش أعمل حاجة زي كده طب وهي كان بتخاني معاك لي؟ نا عارفة خلاص ما هو الكلام في العيلة آآ وهي بتسمع ففاهمة وعارفة كل حاجة فبقيت تقول لي انت فينا مش كويس أنا ممكن يجيلي عريس في أي وقت ابتدى الحافز من هنا يعني لازم يا دكتور يكون في حد يفوق المدمن؟ الكعدة نسبي بيختلف من شخص الآخر يعني ممكن الكلام دوت يجي مع مؤمن بالإجاب مع حد تالي يجي معه بالسلب فتلاقي الشخصيات اللي بيجي لنا في المستشفيات الطابعة للخط السياحي لعلاج الإدمان واحد جاي يبطل بسبب نظرة والدته لي واحد جاي يبطل عشان كلمة قالته من واحد قال له حرام عليك صحيتك واحد جاي يبطل عشان اتقل له يعني اللي فات كتير واللي جاي قليل فتلاقي هنا بقى الكعدة نسبي بيختلف من شخص الآخر لكن في مجموعة عوامل بيتساعد الشخص تمام ان هو يفكر في العلاج الخسائر طب يعني مؤمن انت رحت المستشفى طب جاننا طبا جاننا المستشفى الخانكة طب لا انا عايز اعرف انت رحت لوحدك لوحد لوحد بنتي اللي وصلتني كمين انا بحيي بنتك هو فخور بيها كمان النهاردة والله احنا كلنا فخورين بيها بجد وياريت في كل اسرة تبقى فيه بنوطة زي بنتك اسمعي ماريم ماريم احنا بنوجهلك الشكر يا ماريم جدا بجد لان انت بنت عندك وعي وبتحبي بابا ما هي لا امه بتحبكش مش هتكالسش قالتلك الكلب طبا ربحين ماريم وعلى فكرة انا عايز اقولك على حاجة ما هو انت اللي ربيت ماريم صح؟ ربيتها بكل الحاجات اللي انت تحرمت منها طبا صح؟ يعني انت جواك خير كبير جدا واجواك زي ما نقول ايه فضيلة ان انت تطلع بنتك بنت كويسة فلما طلعت بنتك كويسة رفضت ان ابوها يبقى يعني بيتعطى اي حاجة ويه حاجة مهمة جدا ان لازم الاسر يبقى عندها وعي تاخد بالها ان احنا ما نستناش لما الشخص يتحاول من التعاطي لمراحل الادمان خطوء الادمان الخطير طبعا ان دلوقتي شوف حضرتك حوارس الطرق اللي موجودة في البلد عاملت ازاي لا حوارس الطرق ايه دكتور انت سمعتني وانا بقول في الانترو عن الشاب اللي اقتل اللي اغتصب جدته يعني وفي كده وطبعا فيه علاقة وصيقة طبعا بين تعاطي المخدرات والجريمة بس احنا مش عايزين نقول ان كل المتعاطين او مدمنين المخدرات مجرمين فيه فئة فيه فئة اثناء تعاطيها للمخدرات ومع الاستمرار لفترة طويلا تعاطي المخدرات بتفقد القدرة على الوعي طبعا 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 طب دكتور احنا عايزين نعرف ايه النمرأ اللي نتصل بها لو فيه اي حد عنده في فعلته هو رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان اه مية وستين تلاتة وعشرين شغالة عشرين ساعة اه استاذ مجدي ممكن تتصلين بالخط ده على هوا ماذا؟ مية وستين تلاتة وعشرين فيه متخصصين هيرد عليكم ان شاء الله دي الوقت يا رب يردوها طبعا طبعا احنا اطول اطول طيب ازاي نطلع من حالة يعني يروحوا المستشفى فيه ناس ساعات بترفض انها تروح المستشفى يعني فيه اهالي يحبوا ياخدوا ولادهم دي شكرة الوصمة بقى فيه قسر لما بتكتشف ان عندها ابن بياخد مخدرات بتتعامل زيها زي الابن لأ انا ابني ما بياخدش مخدرات تقولك كده انا ابني ما بياخدش مخدرات بتقوي في ايه وتبتدي تدي حلول غلب بقى هنخليه جوز لما تجوز ربنا هيستحله حاله هنخليه سافر لما يسافر ربنا دي كل دي حاجة اسمه حلوله غلط مخ جدا طبعا يعني انا مبارح بدون قطع كلام حضرتك قلت فيه اطفال ساعات بيتعاملوا دلوقتي الطفل دلوقتي بقى بيرد على الاهالي بطريقة ما لاش دعوا بمستوى العيلة او تعليمه فين او في مدرسة ايه او 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 فبقولي ان مش هايب يا جماعة احنا نلجأ للدكاترة اللي بيعالجوا الاطفال نفسيا خاصين نفسيا ايوه اروح له واخد معايا الطفل واقول للدكتور كزا مش عيب بس الدكتور النفسي ده ده هوا هيوجهني صح ايوه بدل ما لادرب ابني واقول له عيب ومش عيب ما هيعند صح ومش معنى ان انا عندي مشكلة نفسية بقى مجنون بس الله ينور عليك الله ينور عليك صح صح مشكلة دي مشكلة الدكتور النفسي هو الوحيد اللي هيقدر يحط ايده عليها لان الشخص نفسه ما يقدرش يحدده وانده لما دخلت المستشفى يا مؤمن جالك دكتور نفسي بقى وعادي يتكلم معا جغير الدكتور تامر اه بس دكتور تامر مستاذي يعني وصاحب فضل علي فصراحة وانا بامتن المستشفى الخانكة كلها لجدرانها واحتانها وارضها قعدت قد ايه قعد ثلاث شهور تسين يوم ثلاث شهور مجانا على حساب صندوق مكافة والاج الادمان بالتعاون مع المستشفى انا اي حد بيجينا بيتلقى الخدمة بالمجان مفيش اي تكاليف اهو جنيه بس اللي بتفعها التصفير طب علو 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 جميعنا مشغولون الان برجاء الانتظار جميعنا خطوط مشغولة اه انا عنين ضغط على طول بس هو كده هتحد يوصل لحضرتك علو طيب هو معانا على هوا لحد ما يرد تمام اه ايه المرحل اللي بيمر بيها المريض من اول ما بيجي لك يا دكتور المستشفى اول 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 مرحلة بس يعني قبل ما يجي لازم بيقى اواخد قرار لازم بيقى اواخد قرار هو يبقى ايه اه اه وغالبا اللي بيجينا بيبقى جاي عايز يبطل المادة اللي عانونه المشكلة عايز يبطل هيروين بس مثلا فاقولك انا مفيش مشكلة ان انا اشرب مخدر تاني فبينفهموا ان في حاجة اسمها استراتيجية لبرنامج علاجي هنمشي بيها لمدة 3 شهور او 6 شهور وما يناسب شخص قد لا يناسب الاخر فعندنا برامج علاجية مختلفة عندنا حاجة اسمها برنامج علاج سلوكي وعندنا حاجة اسمها برنامج علاج سلوكي معرفي وكل دوت بنشتغل على حاجتين على المشاكل اللي موجودة في حياة المضمن بعيوب الشخصية وبالنعمل مهاراته لذلك اول مرحلة اسمها مرحلة اتخاذ القرار العلاجي طب ازا ازا حيتك معنا تليفوني فضل معنا لو ساز احمد الو الو اي فنن مساء الخير مساء الخير ازاي حضريتك الله يخليكي ازاي حضريتك عام لعين الحمد لله يا فنن في نعمة والله او اموري فنن ماليش بس انا كنت ممكن يعني اعمل مدخلة مع الدكتور طبعا يا فنن مع حضريتك تفضل اه دكتور مساء الخير سيد نوري فنن بعد ازمة بص انا مش عايش هنا في مصر اصلا انا عايش برا اي موضوع التراماضول بس هو دي كل المشكلة انا مش مدمن على اي حاجة تانية خالص يعني او بس موضوع التراماضول فهليا ترا برا في المكان اللي انا عايش فيه ام اه. فانا كنت عايز اعرف يعني هل يا ترى عشان هتعالج هنا هوت. هيتسلزمه اه قد ايه? عشان ما ينفعش برضو ان انا. بتسير شغل. يعني اغيب عن شغل كتير. طب هو انت بقى لك كم سنة بتاكل الترامدول وبتاخده لسبب طبي ولا بتاخده من نفسك وجرعتك قد ايه? اه. ولا حاولت توقفه قبل كده ولا لا? يعني مسلا ممكن لتساي واحدة في اليوم. قرص واحد في اليوم. اه. والجرعة دي ما زادتشي? اه لا ما زادتش. ده علشان انا اللي مخليها ما زادش. علشان خاطر عدم تغفره. طيب طيب. اه الجرعة دي بقى لها ايه? لتساي مسلا ست اسنين. ست اسنين. طيب يعني ده انت بتاخده منك لنفسك? ولا كان في دكتور كتابولك لمدة معينة وقالك توقفه? لا. وانت مشيت فيه? مني النفس. مم. فهل يا ترى يعني انا عايز اعرف بس لو فيه مسلا هو هو اعتمادك ممكن يبقى اعتمادك النفسي عليه اكتر من اعتمادك الجسدي. بدليل ان جرعتك مش عالية. يعني انت شايف. تمام مع اويا الفكرة فكرة نفسيا بس مش اكتر. مش جسدي. خالص يعني. بالزبط بالزبط. الكمال الغربة ام يعني ام ام بس بس ناخد بالن ان احنا استمرارنا الاكتر من كده هيبقى فيه مضاعفات سواء على المستوى الجسد او سواء على المستوى النفسي. فيفضل طبعا اللي انت هتوقفه ولازم يكون فيه ده دخل دوائي ان الترامدول ان المشتقات الافيونية ان ساعت خروجه من الجسم بسبب اعراض اه بتسبب الام كتيرة جدا. هو محتاج طبعا ادوية طبعا متخصص. ان انا مش متخصص في الجانب الدوائي. انا متخصص في الجانب النفسي. محتاج حد سايكاتري حد مؤطباء. اه. النفسيين يكتب له على رجلة الاعراض الانسحاب. وبعد كده ياهله ان هو ازاي يعيش حياته من غير مخدر الترامدول. ان هو دلوقتي بالنسباله الحياة تساوت رمضان. طب ده هيستلزم انه ينزل مصر مسلا لمدة قد ايه? والله يعني اه الدول العربية دلوقتي بقى فيها مستشفيات وفيها سرية طبعا في علاج الادمان طبعا دلوقتي عندهم برضو نفس المشاكل بتاعتنا عندهم مستشفيات خاصة بالامراض النفسية وعلاج الادمان يروح ولو ما حدش ادري ساعد يروح. طب يمكن هو مش قادر يروح. ياخد رقم تليفوني وتواصل معي. وانا وانا ادري ساعد وامر الله يعني. طب ربنا خليك. مفيش مشاكل لقى تحت عامل سكرة. طيب اه بس مؤمن قعد تلاتة وشهر. امم. طبعا. وبيقول لي كان مؤمن كل حاجة. كل حاجة. انت عندك ارادة خير. محمد الله. واحنا بقى بنجيب بنجيب رجله هو جاي. انت جاي اه عايز تبطل. طب انت عايز تبطل ليه? ودايما فيه سؤال جوهري في الموقع. انت عايز تبطل قد ايه? فيروح بس كده انا بطل اسبوع ولا عايز بطل شعر. في واحد عايز يبطل عشان هيتجوز. امم. وفي واحد عايز يبطل عشان مسافر. اه طبعا. لسبب. احنا بنوصل للمرحلة ان احنا هنبطل طول العمر. دي بقى الفكرة بقى بتاعت العلاج. يعني هي دي هي دي المحور اللي احنا بنشتغل عليه. لو انت جاي عشان تراضي والدتك. ممكن والدك تسافر وتسيبك فهترجع تاخد. لو انت جاي عشان تراضي زوجتك ممكن زوجتك تخلعك او تسيبك. ومغير ما تسيبه. وممكن يقعد في المستشفى شوية ويخرج. يخليه حب نفسه. لان احنا بنسمع بصراحة يا دكتور احنا كلمك بصراحة. ان في مراكز للإدمان بتبقى خاصة يعني غير المستشفى عند حضرتك. بيروح يتعالجوا منها مسلا من سيمي الهروين. الناس العاملين اللي هناك بيجبوله لان هم مفروض ان ياخد جرع ما يبطلاش مجا واحدة. مش صح كده معلوماتي. لا لا احنا التبطيل. مرة واحدة. مرة واحدة. تمام? ودلوقتي الموضوع بقى سهل وبسيط. الناس دلوقتي بتعمل اعراض الانسحاب اللي هي كانت بيبان في الافلام زمان. لا. بيقصر الدنيا وبتاع. لا دلوقتي بيعمل اعراض الانسحاب في البيت. الطبيب بيكتب له على ادوية مسكنة ومضادات الاكتئاب ومضادات. بيجي لهم اكتئاب دكتور. اه طبعا. يعني دكتور رحمة طوكشة بيأكد ان تلاتين ومن تلاتين لاربعين في المية من مضمونين المخدرات بيعانوا من قلق واكتئاب. وده بيروح بالعلاج. طبعا. طبعا. المدمن عنده مشاكل في مشاعره احسيسه. فعشان كده بياخد مخدرات عشان يحسن من حالته المزاجية. طب اه حياتك اه اه في الكنترول عملين التسلوق بالنمرأ وبرده بتجي مجهول. وده برده. عشان عشان حجم المكالمات على الصندوق. بس مش للدرجات يا دكتور. احنا شاعلين اربعة عشرين ساعة. واربعة عشرين ساعة. ما تقبي رايحوا شوية. لا ما فيش فتاة. احنا بنتلقى مكالمات من محافظات مصر كلها. السيد دكتور تبقى مشغولة كده الوقت. لا او في رسالة صوتية بيقولك لو انت مجهول يدخلي كود معين عشان توصلي الاخصائي. عشان في ناس بتتسل المشهورة. في قسر بتتسل عشان المشهورة. في قسر بتتسل عشان تعرف اقرب مكان. ان احنا مش متمركزين فكرة بس. احنا بنتعامن مع مع الامان العامة للصحة النفسية. والمستشفيات الجماعية والقوات المسلحة. فعندين اكتر من ستاشر مكان علاجي. عشان سهولة الحصول على الخدمة. بدل ما بتاع اسكندرية يجي لك كهيرة لقى يبع عنده مستشفى المعمورة. آه. بدل ما بتاع السعيد يجي لقى عنده مستشفى المانية. طب هو صحيحة دكتور. لو الواحد خد شعرة من شعر ابنه. وحللها داي يقوله ازا كان من النوع. دي ده حاجات كتير. بس هو التحليل اللي يفضل اللي الناس بيستخدمه تحليل. آآ عن طريق البول بيكشف كل المواد المتعاطل في الجسم. كل المواد. اه طبعا. اه طبعا. طبعا. واكتر مخدر بيقعد جهو الجسم هو طبعا الحشيش. يعني الحشيش بيقعد من حوالي اربعين لخمسة واربعين من جهو الجسم. لكن المواد الافيونية ما بتقعدش مدة طويلة. يعني اتنين وسبعين ساعة حاجة زي كده. طيب آآ. دور الاسرة. لحضرتك حتى آآ آآ عامل كبير اول يعني طبعا. دور الاسرة ده مهم جدا في علاج الادمان. عشان كده كمان احنا بتقعد مع الاسر بنعمل لهم حاجة اسمها يا رشاد الاسر. آآ. يعني حتى الاسر كمان محتاجة يتغير وعياه. وفي مراحل المرحلة الاولينية تتعامل معات زي. يعني مسلا اسرة قولك انا نفسي ان هو ينزل يصلي. آآ نفسي ان هو ينزل بس ما ينفعش يصلي في الفترة الاولينية بتاع تقعد احراج نسحاب. انه ممكن يقولك نازل اصلي وروح يجيب مخدرات. طب استاذ ما من اسرة حضرتك. قعدت آآ مع الدكتور. آآ في تواصل معه. آآ في تواصل آآ. في تواصل انا مش عبد الحاجة. انت كلمك ده على فكرة ده يدرس. بجد. لان مهما يا دكتور بجد. انا قعدت اتكلم مع حضرتك وانت تقولي ايه الوسائل ويه ويه ويه. ده واقع قدامنا وبيقولك هو تحرر من العبودية. تكلمة كبيرة جدا يا استاذ مهم. طبعا. انا كنت عبد المخدر. المخدر هو اللي كان بيحرقني. مش انا اللي كنت بتحرق. طب انت دلوقتي مع قسرتك في شغلك آآ. الحمد لله انا دلوقتي بقيت شخص منتج في المجتمع. عمل مشروع صغير على قدي كده مزرعة ارانب. ربنا يا سهل. وبيشتغل. يا نجي ناخد منك ارانب بقى عشان عمينا ارانب بقى. تحت امر كده. تحت امر. ايه شوف منك حديد. وآآ بالنسبة لآآ دكتور تامير بصراحة الرجل مأسرش. انت بقيت متعلق بالدكتور تامير. حبيبي. مش كده? حبيبي بقيت بتحبه لانه انقذك من حيك. طبعا صحب فاضل علي. صحب فاضل علينا جميع المالله. اي حد. يعني في حاجة اسمها الحب لغير مشهور يعني. انا بحقيق جدا دكتور تامير. لانه. ما هو انت لو ما 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 حبيتش المريض بتاعك وما حسيتش بالمقسامة. هي دي مقسامة. اللي هو فيها. اه. حضرتك بحاجه بالقلب. بالضبط. هي هي الموضوع الاخصائي النفسي دي اه رسالة. مش وظيفة. بالضبط. يعني انت ما بتعاملش مع الشخص اللي جاي لك ده واحد جاي اه فاقد وظيفته فاقد فلوسه. اه فاقد اه احساس بالامان فاقد الجو المشبع بالحنان. فلما انت بتعوض لكل ده وبس بحزن. ما ما كونش متواطئ معاني. ما اتدلعوش اوي طبعا. اه طبعا. في 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 حدود. ما دلعكش اوي يا مقبل في الاول اه. لا لا في حدود. في حدود اللقاء اللي جايه. واه. وعز اقول الحك بقى على شوية حاجات دلوقتي برضو صندوق مكفهة وعلاج الادمان بيعملها. احنا دلوقتي عملنا حاجة اسمها بداية جديدة. بداية جديدة دي بعد ما المرض ببطل مخدرات بعد سنة من 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 العلاج والانتزام على البرنامج العلاجي. آآ مدير صندوق مكفهة وعلاج الادمان دكتور عمرو اسمان عرض فكرة بداية جديدة. ان احنا دي اعمل مشروعات صغيرة او اكراد للمتعافين من الادمان بالتعاون مع بنك ناصر. ودلوقتي عندنا سبع متعافين مبطلين وابطلوا يرجعوا تاني يشتغلوا وفتحين مشروعات. حاجة جميلة جدا. دكتور تامر انا بجد بشكورك جدا من قلبي. استاذ مؤمن انا اه مش عايز اقولك ان انا فخورة بيك ازاي. بجد. و و و و و فخورة بتربيتك لبنتك. اللي هي وصلتك ان انت تبطل. فانا بحييك جدا وبحيي مريم جدا. شكرا جدا. شكرا جدا. دكتور تامر. احنا لحضرتك على استضافتك. لا احنا لنا لقاءات تانية. طبعا طبعا. لان الموضوع ده بجد اه. يعني لازم. مهم جد. الموضوع ده مهم جد. طب نسبة البنات اللي بيطاعاته. السؤال اخير لانه المخرج عمال بيزعق لي. نسبة البنات. نسبة البنات اللي بتاعها طبعا. احنا كنا فاكرين ان المشكلة مشكلة زكورية. اه. ان الولايات بس هم اللي بتاعاتهم مقدرات. لا. اكتشفنا عن طريق صندوق مكافة وعلاج الاجمان ان اتنين وسبعين في المية من المتعاطين المواد المخدرة زكور. و سبعة وعشرين في المية اناس. سبعة وعشرين في المية من المتعاطين او وسط لمرحلة الاجمان اناس. وبيجينا دلوقتي بناته بيتلقوا العلاج. وفي سرية تم. يعني لو في اسرة عندها بنت بتاعاتها مخدرات تتصل بالخط الساخن. في سرية تمة والعلاج مجانا. وفي مكان مخصص فيهم كمان للحجز. يعني فيه وحدة علاجية في متشفى العباسية للساحة النفسية. انا رايز اقول لكل الاسر ان اللي لو شكيتوا ان بنتك او ابنك اه اه داخل في مرحلة الادمان ما تكسفش. قص بالعكس. يعني رقم الخط الساخن على الشاشة. معلش هو ممكن يكون مشغول لان زاد دكتور مقال انه هما شغالين اربعة وشزعة. لقيت والتليفون مشغول روحوا. مش كده? روحوا حجزوا بنفسكم. ودخلوا ولادك هناك مش عيب يا جماعة والله. زي ما يكون ابنك بيعاني من مشكلة مرادية. بتوديه لدكتور. قال لك جراحة بتعمل له الجراحة. صح. حتى لو مؤلمة. لكن لازم يعملها عشان ان شاء الله بازن الله ما يبقاش في عندنا في مصر. لازم تدخل متخصصين. لازم تدخل متخصصين. لازم. لازم. محدش يقول بقى انها علي جبني ولا علي بنتي. احنا خمسة بنعلب. فيه طبيبة على قمة الهرم العلاجي. اه. فيه اخصائي نفسي زي. فيه اخصائي اجتماعي. فيه مرش التعافي. فيه مرش ده جديد. يعني المريض ما بيتعالجش لقم. ما فيش واحد بس اللي بيعالجه. ايه. خمسة بيعالجه. طيب. وكل ده بالمجانة ونفسرية تمام. شكرا يا دكتور. شكرا شكرا شكرا. شكرا يا استاذ مؤمن. شكرا جدا. انا بشكرك وبحييك على. انا المتسكرة. والله بجد. انا شعرف اقول لك ايه بس سلمة عجبة جدا بشجعتك. وفخورة بيك جدا جدا. شكرا يا دكتور. شكرا يا استاذ مؤمن. ودلوقتي مع الاستاذ اشرف عبدالعزيز المحيم.